ننتقل بكم إلى السليمانية حيث انطلاق عمل المؤتمر الدولي الخامس لبراءات الاختراع والابداعات وذلك بمشاركة مائة وثلاثة عشر اختراعا للمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا شيار محمد نعم شيار مساء الخير تفضل نعم تحية طيبة على الجميع طبعا يعني اليوم تقوم جامعة السليمانية باحتضان المؤتمر الدولي الخامس لبراءات الاختراع وإيضا الابداعات يعني يشارك في هذا المؤتمر حوالي أو ما يقارب مائة وثلاثة عشر شخصا ومشاركة واختراع وابداع في كل العراق من جميع أنحاء العراق إضافة إلى ذلك هناك أربع دول يعني إقليمية أيضا ودولية عالمية منها ألمانيا فرنسا وأيضا الأردن ومصر إضافة إلى ذلك يشارك هنا تقريبا اثنى عشر محافظة عراقية في هذا المؤتمر نتحدث أكثر عن هذا المؤتمر ينضم إليه الدكتور آريان عبد الوهاب وهو أحد المنظمين لهذا المؤتمر دكتور آريان مرحبا بك معنا في هذه الانضمام نتحدث قليلا عن هذا المؤتمر الهدف الرئيسي من إقامة هكذا مؤتمر يعني يضم الاختراعات والابداعات في هذا الوقت بالتحديد أهلا وسهلا بكم طبعا في محافظتنا وشرفتونا بحضوركم للمؤتمر حقيقة هذا المؤتمر أصبح لجميع المخترعين والعلماء الموجودين في العراق دعوا عاما لجميعهم لوجود أكثر المشاكل الموجودة في المحافظة ومعالجتها كيفية معالجتها يعني مو فقط في محافظة سليمانية مثلا هناك مشاكل معينة في التربة مشاكل معينة في جانب الاقتصادي في أماكن معينة ممكن دراستها ووضعها كقضية على الطاولة وحلها بالنسبة لمستوى علماء الموجودين داخل العراق وخارج العراق أيضا طبعا دول أوروبية أيضا مشاركة اليوم معنا في المؤتمر في حدا من داخل العراق من أحد براءات الاختراع شارك بمؤتمرات دولية خلينا نقول يعني وصل الاختراع وبراءة الاختراع مالتو للعالمية طبعا نعم موجودين أصلا عندنا اليوم أحد الأشخاص هو دكتور قاسم نجيب مشارك أكثر من 13-14 وبراءة اختراع خارج العراق حتى ومن داخل خلينا نقول كردستانيا في من أقليم كردستان أيضا من شارك في مؤتمرات دولية أو كانت براءة اختراعات فائدة كبيرة على المجتمع وعلى القطاع الذي استفاد منه سواء كان صناعي أو طبي نعم اليوم نموذج خلال المعرض تقدرون أن تشاهدون هذا الموضوع أحد الناس عند مع العلم أنه شهادة ضعيفة جدا ولكن براءة اختراع في موضوع قضية زراعة في كيفية إنتاج منتوج جديد بأشكال جديدة أيضا موجود حاليا اليوميان حتى في المعرض إن شاء الله دكتور أريان عبدالوهاب أحد المنظمين لهذا المؤتمر شكرا لهذا الانضمام طبعا كما سمعنا وشاهدنا هذا المؤتمر يختص بالاختراعات وبراءة الاختراعات وإضافة إلى ذلك يكون مشاركة دولية ومشاركة عراقية كردستانية يستمر هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام سيتم فيه عرض جميع الاختراعات وبراءة الاختراع من أجل اختيار الأفضل وترشيحه للمشاركة بشكل دولي في مؤتمرات دولية كما قلت هذه هي النسخة الخامسة على أمل أن يكون هناك اختراعات في جميع المجالات وتعود بالفائدة على المواطنين بشكل عام هذا جلمة لديه اليوم حتى هذه اللحظة عن السليمية نعم مراسلنا من سليماني الشهر محمد شكرا جزيلا لك